على الرغم من انهيار قطاعات كبيرة من العراق بعد عام 2003 الحاثل بالمآسي والأزمات إلا أن عام 2020 كشف حقيقة انهيار العراق في جميع المجالات نتيجة فشل الإدارات المتتابعة وهيمنة الميليشيات واستشراء الفساد في مختلف مفاصل البلاد قائمة جديدة من المتهمين بالفساد تضم أكثر من عشرين وزيرا من أصل 333 مسؤولا أحيل للقضاء غيابيا كما يؤكد النائب جمال المحمداوي وبما أن الكثير من الشخصيات السياسية من مزدوجي الجنسية أكد النائب ضرورة وقف اختيار مزدوجي الجنسية لتسلم مناصب رئيسة في البلاد وليس مستغربا أن تكون وزارة الكهرباء من بين أبرز الوزارات التي طالتها تهم الفساد في ظل الظلام الدامس الذي يخيم على العراقيين منذ سنوات والاعتماد على الغاز الإيراني لتوليد الطاقة فبحسب المحمداوي فإن الإدانات شملت أربعة وزراء وسبعة مديرين عامين من أصل 198 متهما بالقضايا التي تتعلق بملفات لفساد وزارة الكهرباء وأمام غرق العراق بمستنقع الفساد الحكومي والإداري يستقبل العراقيون عام 2021 بأزمات متعددة ورئيس حكومة حاملا أوعودا دعائية جديدة حيث تعهد مصطفى الكاظم بكشف حقائق كبرى بشأن الفساد خلال هذا العام العراق مع الأسف الشديد وصل مرحلة خطيرة من مراحل الفساد والفساد مع الأسف الشديد انتقله بصورة أفقية في كل مفاصل الدولة العراقية سيكون عام 2021 عام الكشف عن كثير من هذه الحقائق التي تخص الفساد الذي يطعن قلب الوطن وكذلك وجوده تعهدات جديدة تضاف لسجل الكاظم المثقل بالوعود الوهمية واللجان التحقيقية التي لا يعلم أحد عن نتائجها رغم مرور أشهر عديدة على تشكيلها فالرجل يواجه انتقادات حادة بشأن فشله بتنفيذ برنامجه الحكومي والذي ينص بالأساس على محاسبة قتلة المتظاهرين ومحاربة الفساد وبحسب محللين فإن الفساد في عهد الكاظم أصبح أكثر استفحالا فلا تزال الميليشيات تحكم قبضتها على مصادر موارد الدولة ولا تزال احتياطات العملة الأجنبية تشهد نزيفا حادا مع لجوء الرجل لخفض قيمة الدينار وسلاح الاقتراض الذي يكبل الأجيال القادمة بمزيد من الديون كل ذلك لن يتماشى مع ععود يؤكد متابعون أنها لن تزيح العراق عن صدارة قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم